قبل ما أروح للتشكيلة المثالية من وجهة تظهركم للبطولة عايز تسألك على حاجة تخص المنتخب الإنجليزي كنت عايز تتكلمني على الزكاة الاصطناعي وكيفية تكوين هذا المنتخب منتخب إنجلترا راح تعاقد مع شركة جوجل في مجال الـ AI تحديدا كلام ده حصل فيه سنة 2016 إنهم يمدوا بالداتا لتوقعاتهم من خلال الزكاة الاصطناعي طبعا بعد كده بدأ يتطور الزكاة الاصطناعي لدرجة كبيرة جدا جدا بس وقتها هي الصورة دي اللي معنا كانت قريب إن جوجل بيفتخر بشاركته مع الاتحاد الإنجليزي على صعيد المنتخبات وإن الجيل دوا يعتبر إن جوجل الـ AI هو اللي مساهم فيه هو كان بيروح يد للاتحاد الإنجليزي بالذكاة الاصطناعي إن اللعيبة دي متوقع إن دي هتبقى لعيبة منتخب كبيرة بعد كده وهم في عمار سنية صغيرة 15 سنة و 16 سنة بيتتوقعوا لهم إن هم هيكونوا لعيبة كبيرة بعد كده الاتحاد الإنجليزي ما بيقفش عند الجزئي دي الاتحاد الإنجليز بيبدأ يخاطب أنديتهم إن أنتوا عندكوا اللعب الفلاني في الفئة العمرية دي ده لعب بتنشئ المهم إحنا محتاجين نشتغل عليه ونطوره لأنه ده مستقبل الكرة الإنجليزية في لعيبة منهم بيبقوا عندهم جنسيتين فيبدأ الاتحاد الإنجليزي يضغط إنه يبدأ إحنا عايزين نكتبع معنا في المنتخب الإنجليزي بعد كده فيبدأوا يشتغلوا من خلال الداتا اللي بتجيلهم من الإي آي والذكاية الصناعية إنهم يشتغلوا على الجزئية دي ويمدوا بيها الأندية نشتغلوا معنا على الجزئية دي عشان إحنا عايزين منتخب ده فوصلنا إن إحنا قدام منتخب الإنجليزي حتى لو خسر البطولة وحتى لو مدربه ساوس جيت منتخب الإنجليزي هو أقوى سكوات في العالم حاليا بفرق كبير جدا أنا قارب حد ليه بسبب الشراكة دي طبعا أنت فاهم إن المقارنة حرام جدا في الحلقة دي جدا في كل شيء المقارنة عارف المقارنة المقارنة حرام مش هاينفة عن طالس حرام مش هاينفة عن طالس حرام فعنا حرام يعني